طيب الله أبقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنوين من الموقع المصدر أونلاين يحيى الحوثي يفرض محاضرات شقيقه على مدار الصالح موقع ألماني محذر أن اليمنيين لا تتناول الجراد القادم من أفريقيا ومن أخبارنا المنوعة إيران تغلق المدارس يقم بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا أهلاً بكم تبدأ تجارب ميليشيا الحوثي من صعدة ومنها تنطلق حروبها واختبارها لردت فعل المجتمع وفقاً لموقع المصدر أونلاين الميليشيات تضيف مادة محاضرات عبد الملك الحوثي إلى المناهج الدراسية لطلاب الثانوية العامة في مدارس صعدة وقالت مصادر محلية وأولياء أمور طلاب أن ميليشيا الحوثي أقدمت على إضافة مادة محاضرات عبد الملك الحوثي لطلاب الثانوية في محافظة صعدة خارج المنهج المقرر من المزارة التي يديرها أخوه يحيى الحوثي وأكدت المصادر للمصدر أونلاين أن الحوثيين قرروا إضافة مادة لطلاب الثانوية العامة بمستوياتهم الثلاثة وهي عبارة عن محاضرات مصورة لزعيم الميليشيا تبث داخل فصول الطلاب في شاشات كبيرة يوميا وعبر عدد من أولياء أمور طلاب عن سخطهم من هذا الإجراء واعتبروه سرقة لأبنائهم ومحاولة للزجبهم في محارق الموت تنفيذا لمخاططات زعيم الجماعة ورغبته في التسيد على اليمنيين وحكمهم أحد أولياء الأمور تحدث للمصدر أونلاين طالبا عدم الكشف عن هويته قال إنه قرر فصل أبنائه الذين يدرسون في الثانوية بعد أن عادوا من المدرسة نهاية الأسبوع الماضي ليخبروه أنهم تلقوا محاضرة من زعيم الحوثيين عن الشهادة وكان محافظ صعدة المفروض من قبل الميليشيا محمد جابر الرازحي زار بعض المدارس الثانوية مطلع الأسبوع الماضي مع بداية تجشين هذه المحاضرات في المدارس واعتبرها خطوة لتحصين الطلاب ضد ما أسماه الغزو الأمريكي السعودي والإسرائيلي وقال طلاب في محافظة صعدة إن المحافظ أخبرهم أنهم جنود احتياط وأن عليهم أن يعدوا أنفسهم هل هذه عدن التي نريد؟ يتساءل محمد بالفخر في مقاله المنشور في موقع عدن الغد مضيفا في الوقت الذي بدأ الناس بالعودة إلى منازلهم ويحدوهم الأمل لتستعيد عاصمتهم المؤقتة ألقها وتواهجها خاصة مع الحديث عن إعادة الإعمار أقل المتفائلين يقول عدن ستستعيد دورها ما قبل 1967 قبل أن يخرجها الرفاق من الحياة وآخرون يقولون عدن ستتحول إلى دبي ثانية في المنطقة ولها من المقاومات الطبيعية والجغرافية ما يؤهلها لذلك وأكثر تلك كانت الأمانية والأحلام أما الواقع فعصر جديد من الملشنة المنظمة حول تلك الأحلام إلى كوابيس ورعب قتل هنا تفجير هناك بلطجة في مكان آخر حكومة لا تستطيع البقاء إلا في مربع صغير ورئيس تمنع طائرته من الهبوط في المطار ووزراء محرم عليهم دخولها واستهداف منظم بتصفية علماء وخطباء ومصلحين ووجهاء وزج بآخرين في غياه بالسجون والمعتقلات أهذه عدن التي نريد وقبل هذا عمل إعلامي تحريضي على أوسع نطاق شارك فيه كثير من الناس ضمن خطة مرسومة ممنهجة تستهدف كل معارض لصانع هذه الفوضى وشيطنته في نظر العامة ما جعل المنفذين لما جرى من أعمال قتل ونهب وتشريد ينفذون ما أوكل إليهم بدم بارد غير مبالين وكأنهم يقومون بعمل بطولي أعود لتوجيه السؤال مرة أخرى لذوي العقول فقط هل هذه عدن التي نريد؟ هل بهذه العقليات المنغالقة ستبنى دولة؟ هل بطباع المرتزقة سنقدم أو يحصل المواطنون على ما يطمحون إليه؟ هل لغة القتل والتخوين والاستئصال هي التي ستربي لنا جيلاً محترماً ويحترم؟ وسط زحمة أخبار المآسي جاء خبر من مأرب وعدم حيث حصلت ناشطتان على جوائز دولية ونطالع من موقع قناة بلقيس ناشطتان يمنيتان تفوزان بجوائز دولية فازت الناشطة والمحامية اليمنية هدى الصراري بجائزة المارتين إنيلز للمدافعين عن حقوق الإنسان وقالت هدى عقب تسلمها الجائزة سأستمر بفضح جرائم الإمارات ومليشياتها في السجون السرية باليمن وما تقوم به مليشي الحوثي من جرائم بحق اليمنيين لا تختلف عن ما ترتكبه الإمارات من جرائم وضحت الصراري بأنه لا يزال هناك أكثر من ألفي مخفي في السجون السرية تابع للإمارات ومليشياتها في اليمن كما حصلت الناشطة اليمنية ياسمين القاضي على جائزة وزارة الخارجية الأمريكية للنساء الأكثر شجاعة في العالم أو عفوا في العام واختيرت الناشطة ياسمين القاضي من بين 12 إمرأة على مستوى العالم للفوز بجائزة المرأة الدولية للشجاعة وترأس ياسمين القاضي مؤسسة فتيات مأرب المهتمة بقضايا تمكين المرأة والشباب وأشراكهم في بناء السلام وتحفيز التحول الاجتماعي والاقتصادي يجمع الانتقال بين المتناقضات ففي الوقت الذي يسيطر على عدن يمارس فيها أعمال التقطعات والاختطافات وفقا لموقع الصحوانة الانتقال يختطف مسؤولا محليا في عدن ورئيس لجنة صرف المرتبات الحزام الأمني قال الموقع أن مسلحين تابعين لما يسمى المجلس الانتقال الجنوبي اختطفوا مسؤولا محليا ورئيس لجنة صرف المرتبات لقوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن وقالت مصادر محلية للصحوانة أن مسلحين تابعين للانتقال اقتحموا منزل محمد طهر في مدرية المعلى واقتادوه بسيارته الشخصية إلى جهة مجهولة وكانت قيادة قوات المملكة العربية السعودية في عدن قد شكلت لجنة خاصة لصرف مرتبات الحزام الأمني وذلك ضمن جهود تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي ويعتبر محمد طاهر إضافة إلى عمله في لجنة صرف مرتبات قوات الحزام الأمني عضوا في المجلس المحلي بمدرية التواهي عن منطقة القلع عن محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية كتب علي إنزولا مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفة هل سيكون الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أول رئيس عربي يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ إذا تحققت هذه المحاكمة فستكون عبرة لمسؤولين كثيرين في منطقتنا العربية الذين يتحسسون الآن رؤوسهم خوفا من أن يأتي اليوم الذي يساقون فيه أمام المحكمة نفسها فهذه المحكمة لن تضمن فقط العدالة للمتضررين من حكم البشير وإنما ستضع نهاية لسنوات من الإفلات من العقاب في المنطقة استفاد منها مجرمون كثر ولا يزال يستفيدوا منها آخرون يوجدون اليوم في أعلى مناصب السلطة في بلدانهم في قرار مفاجئ أعلنت الحكومة السودانية الانتقالية عزمها تسليم الرئيس المخلوع وكل المطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية بيتهم ارتكاب جرائم حرب وهو القرار الذي لم يعارضه علنا على الأقل القادة العسكريون داخل مجلس السيادة الذي يقود المرحلة الانتقالية في السودان ويعتبر الخبر في حد ذاته بمثابة خطوة كبيرة تعني الكثير لمن عاشوا أهوال الحروب المدمرة التي فرضها البشير على الشعب السوداني ثلاثة عقود وقد كان خبر كهذا حتى الأمس القريب ضربا من الخيال خصوصا على إثر ردود الفعل العنيفة التي أعقبت صدور مذكرة اعتقال البشير عام 2009 عندما وصفت الحكومة السودانية آنذاك القرار بأنه نوع من الاستعمار الجديد وتحداه البشير بتصريحاته الساخرة وحركاته البهلوانية وهو يلوح بعصاه مهددا قضاة المحكمة الدولية بل وحتى على المستوى العربي الرسمي صدرت ردود فعل رسمية عنيفة ضد القرار واعتبره أزراء الخارجية العرب قرارا سياسيا لاقانونيا تغيرت هذه المواقف مع تغير الأحوال بعد الثورة الشعبية السودانية التي أطاحت بالبشير وانتقل النقاش داخل السودان من الطعن في قانونية قرار محكمة الجنايات الدولية إلى التداعيات السياسية لقرار التسليم على الوضع في السودان في ظل فترة انتقالية هشة يقودها مجلس انتقالي مكون من مدنيين جاءت بهم الثورة إلى الحكم وعسكريين كانوا حتى الأمس القريب من أركان النظام الذي حكم البلاد بالحذيذ والنار طوال العقود الثلاثة الماضية يتباهى البعض في اليمن بتحويل الجراد من مشكلة إلى حل حيث يقومون بتناولها عند وصولها إلى أراضيهم كان ذلك في مرات سابقة أما الآن فهناك معلومات حول خطورة الجراد القادم من أفريقيا حيث أنه يشكل خطرا على صحة الإنسان نظرا للسموم التي تناولها ويعنون موقع ألماني من غنيمة إلى مأساه الجراد يشتاح اليمن والقرن الأفريقي وفقا لجهادات حصلت عليها دي دابليو عربية في أكثر من محافظة يمنية فإن الأسابيع الماضية شهدت انتشارا غير معهود لأسراب الجراد خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية الغربية للبلاد بما في ذلك مناطق نادرا ما تصل إليها مركز مراقبة مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن والغير قادر على الحركة بعد نهب الحوثيين السيارات التي كانت في المركز عقب السقوط صنعاء أعلن حالة الاستنفار القصوى في مناطق التكاثر الشتوية في السهل التهامي ودعا الهياءات والمنظمات المعنية بالأمن الغذائي إلى سرعة التدخل يرى الخبير البيئي اليمني عمر بادخن أن الأخبار عن أسراب مهولة من الجراد أمر مقلق للغاية وقد يرقى إلى كارثة بيئية تهدد القطاع الزراعي الضعيف في اليمن الذي يكافح من أجل البقعة وفيما يتعلق بتناول الجراد كطعام يقول بادخن اعتاد معظم المواطنين على أكل الجراد ورغم قيمتها الغذائية الجيدة لاحتوائها على البروتينات إلا أن الجراد تتم مكافحته عادة باستخدام المبيدات العضوية الشديدة السمية وبدورها تعتبر سريعة التأثير وقاتلة مع بقاء كميات من المبيد الحشري في جسم الجراد الميت وبالتالي فإن أكله بما يحمله من متبقيات لهذه المبيدات السامة يعرض من يتناوله للتسم موناء اسكندر الطبيبة في المستشفى الجمهوري بالصنعات تقول تكمن خطورة أكل الجراد في احتمالية التصاق الفيروسات والفطريات المسببة للأمراض بجسمه ومن ثم يصاب الإنسان عند أكلها أزمة جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الفرق أن السبب مختلف هذه المرة نطالع من صحيفة لوفيقارو الفرنسية فيروس كورونا الصين تطرد صحفيين أمريكيين كانت الهدنة القصيرة الأجل فقد في شرعة الصين والولايات المتحدة في تصعيد جديد للتوتر في خضم أزمة فايروس كورونا حيث أعلنت بكين ترضى ثلاثة صحفيين من صحيفة وولستريت جورنال بتهمة التشهير بالشعب الصيني خلال فترة الوباء قال التقرير الذي ترجم لصالح قناة بلقيس يجب على الصحفيين ثلاثة مغادرة أراضي الصينية في غضون خمسة أيام في طرد جماعي غير مسبوك منذ عام 1998 قامت الدولة التي تفرض رقابتها جيدا وتسيطر بإحكام على المعلومات الضئيلة لسكانها بتلقين واشنطن درسا فيما يتعلق بحرية الصحافة في خضم أزمة صحية لعب النظام على وتر الورقة القومية ضد العدو الأمريكي لحجد الرأي العام الذي يشعر بالقلق ويبرر النظام الشيوعي قراره الوحشي في أعقاب مقال اعتبره عنصريا كتبه أكاديمي أمريكي بعنوان الصين هي الرجل المريض الحقيقي لآسيا مشيرا فيه إلى نقاط الضعف الاقتصادي للقوة العالمية الثانية على وجه الخصوص في وقت ظهور الوبا قال جانج شوانج المتحدث باسم زارة الخارجية أن استخدام عبارة رجل آسيا المريض قد أثار سخط الشعب الصيني في إشارة إلى التعبير الذي يعود إلى حقبة حرب الإفيون في القرن التاسع عشر إنها إهانة تاريخية وعد الرئيس شي جين بينغ بمسحها نهائيا بفضل حلمه الصيني في النهضة القومية تطالب بكين صحيفة والسريت جورنال بالاعتراف بخطورة الخطأ من خلال تقديم اعتدار الصين الكفاءة الفائقة وفيروس كورونا تحت هذا العنوان كتب جورج فريدمان مقاله المنشور في صحيفة الغد توفي الطبيب الصيني الذي كان من بين أوائل الذين دقوا ناقوس الخطر حول الفيروس وهي نتيجة غير معقولة عندما يفكر المرء فيها لكن هناك نظرية تظهر لتقول إن شيء قام بإسكاته من أجل إغفاء الحقيقة وإذا كان قد تم إسكاته بأي شيء آخر غير المرض فإن ذلك لم ينجح على أي حال يجب إلقاء اللوم على الخشية من أن يصيبنا المرض على أحد ما وما كان أحد ليجرأ على إلقاء اللوم على شخص مثل ماو الذي كان سيجيب بأن المرض يقدم درسا مفيدا على الطريق إلى الشيوعية لكن السياسية فائقة الكفاءة ليس لديه هذا المخرج يجب أن نتذكر أن شيء خلق انطباعا قويا بامتلاك كل من المعرفة والكفاءة وكان أداؤه أقل إثارة للإعجاب بما لا يقاس فبالنظر إلى حالة الاقتصاد قبل فيروس كورونا وعلاقته مع أكبر زبون للصين فإنه كان يواجه المشاكل لكنه كان يستطيع تغطية الإخطاقات بالكلام المنمق والوهم والمرض لا يتيح مثل ذلك إنما همة شيء هي إدارة الصين بكفاءة ولا شك في أن إدارة مرض جديد هي شأن صعب ما يزال من غير الواضح بالنسبة لي على الأقل أي نوع من المرض هذا هو على مقياس البرد العادي أو الموت الأسود لكن الجهل خلق نوع من الحجر الصحي العالمي على الصين على الرغم من أن بواخر الشحن ما تزال توبحر وهكذا فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكان شيء أن يحتفظ بسمعته كزعيم فائق الكفاءة بعد الحروب التجارية مع الولايات المتحدة ومعسكرات الإيغور في شين شاينغ وأعمال الشغف في هونغ كونغ والآن فيروس كورونا وماذا سيحدث في الصين إذا لم يتمكن من ذلك؟ وليس الأمر أن هذا المرض يبدو مميتا مثل الطريقة التي تم التعامل معه بها ترى صحيفة بريطانية أن قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني أدى إلى تراجع زخم المد الإيراني في المنطقة وعنون الصحيفة الغارديان إيران تحاول ملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه اغتيال سليماني حين تصل رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في فجر يوم الثالث من يناير بمستشاريه قائلا لقد حدث أمر كبير ودعاهم إلى اجتماع فوري عاجل في مكتبه وكان من الجلي أن الخطبة جلل فقاسم سليماني قد قتل قالت الصحيفة كانت لحظة لم تشهد منطقة الشرق الأوسط مثلها على الأرجح خلال سبعة عشر عاما منذ سقوط نظام صدام حسين وبحسب التقرير فقد برز فور ذلك مشهد من الفوضى والخلل الوظيف في كل من طهران وبغداد ثم امتدت آثار اغتيال سليماني إلى سائر أرجاء المنطقة وتركت تداعيات كبيرة على العلاقات بين فيلق القدس والجماعات الموالية لإيران في العراق على المدى القريب وأظهرت عملية الاغتيال حسب الصحيفة خللا كبيرا في المنظومة السرية التي كانت تحيط بفيلق القدس واستخدامها في بص نفوده خلال العقدين للآخرين يذكر التقرير الذي ترجمته والبي بي سي أن إيران اتجهت إلى زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله للمساعدة على سد الفجوة لكن لا يستطيع نصر الله أن يفعل الكثير خاصة أنه أنضى السنوات الأربعة عشر الأخيرة تقريبا في مخابئة محروسة ومن غير المرجح أن يزاد شعوره بالأمان بعد اغتيال سليماني إيران بعد وفاة سليماني أصبحت أكثر حرصا على تأكيد هيمنتها الإقليمية بشكل عام وقد قررت الاعتماد على نفسها وعلى نفوذها المباشر بدلا من حلفاء ضعاف أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة شخصين جراء إصابتهما بفايروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مستشفى بمدينة قم وفقا لموقع البي بي سي فيروس كورونا إيران تغلق المدارس في قم بعد وفاة شخصين وقال المتحدث باسم الوزارة كينانوش جاهنيور في تغريدة إن سبب وفاتهما يعود إلى التقدم في السن وإلى نقص جهاز المناعة ذكرت وكالة الأنبار الرسمية إيرنا أن الاثنين لم يسافر خارج إيران ولا خارج مدينة قم قبل إصابتهما ونقلت الوكالة لاحقا قرر قرار إغفال المدارس والجامعات المدينة كأجران وقائد للحد من انتشار الفايروس إيران تنكر وجود حالات أخرى لكن خدمة بي بي سي الفارسية علمت أن 25 شخصا تحت الحجر الصحي في مستشفى بمدينة قم بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفايروس منظمة الصحة العالمية قالت أن عدد المصابين بالفايروس بلغ 75197 شخصا بينما وصل عدد الوفيات إلى 2009 وتوجد 918 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة فقط خارج الصين صحيفة الجارديون نشرت صورا لأحداث وثقتها عدسات محترفيها تنوعت بين الحياة العامة وصور لتعبيرات مختلفة ترجمة نانسي قنقر عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف المواقع نتابعها في جولتنا لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر